أرحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه أعزائي المشاهدين ملاحظة مهمة جدا لاحظتها خلال سنوات طويلة في العمل بالعلاج النفسي مع الأشخاص مع الناس مع الأسر مع الآباء مع الأمهات مع الأبناء مع البنات مع الأطفال مع الكبار الملاحظة هذه وحدة ستقول يا جماعة هذه مفتاح لو استخدمناه سوف نتفادى الكثير من المشاكل النفسية والمشاكل الاجتماعية تحديدا يعني هذه خلطة صغيرة بسيطة جدا بسيطة أغلب المشاكل الأسرية والاجتماعية يعني بالتواصل مع الناس أغلبها أغلبها ما نحط أرقام لأن أنا ما عندي إحصائية ولا سويت إحصائية وعلمياً إذا بقول رقم لازم يكون عندي إحصائية أغلب المشاكل اللي ألاحظها سببها واحد هو محاولة تغيير الآخر حسب ما أنا أشوف وحسب ما أنا أبي تغيير الآخر أنا أبشركم لو الطرف الآخر تغير معاك حسب ما أنت تبيه فهذه مصيبة عظمة لأن أنت ما تدري جدامك أهو متغير يمكن من وراك ما تدري شونه قاعد يسوي فيمكن أنت قاعد تغرس في هذا الأبن أو في هذه البنت سلوك النفاق أن يكون بويهين جدامك شيء ومن وراك شيء ثاني لأنه هو قاعد يتغير على حسب ما أنت تبيه علشان يدور رضاك ولو أهو ما تغير فتأكد عزيزي المشاهد أنك لو شنو تسوي لن تستطيع تغيير هذا الإنسان ابنك في البيت يمكن تقدر تسوي عليه كنترول وتغيره ولو تغير قلت لك هذا سيء مو زين أن يتغير ولو ما تغير سواء ابنك أو أحد عرفه أصدقاء زوجة زوج ما تغير فهو ترى ما راح يتغير كل اللي راح يصير أنه راح تزيد المسافة بينك وبينه وأنه راح تغترب العلاقة بينك وبينه راح تصير غربة بينك وبينه يعني تقعد معاه جسديا ولكن يعني عقليا ومشاعريا وانفعاليا هو مو معاك هو من داخلها مو مرتاح لأنه يدري أن القعدة هذه أنت مو راضي عليها وأن اللبس هذا أنت مو عاجبك وأن تسريحة الشعر مو عاجبتك وأن الخاتم اللي لابسته مو عاجبتك وأن لون شعرها اللي صبقته بالنسبة لك الناس شنو يقولون فأنت قاعد تعلمين بنتك أو ابنك أن نظرة الناس جدا مهمة قاعد تغرسينها فيهم هذا الغرس شنو يسوي خلي هذا الإنسان الطفل أو المراهق هم الأساسي في المستقبل هو نظرة الناس الناس اليوم أغلب اللي حولي سياراتهم مو أنا يعني بشكل عام مثلا واحد أغلب اللي حولي سياراتهم أرخص سيارة فيهم ثلاثين ألف وهو ريال معاشة ألف وخمسمائة ألف توا متخرج من الجامعة وتوا متوظف وشكله مو حلو بسيارة قيمتها عشرة آلاف بين اللي معاه لو احنا علمنا أن نظرة الناس جدا مهمة فتعكدوا أنه راح يروح يطيق لقرض عشان يشتري سيارة بعد سنة سنتين ينزل جيل يديد ويضيق خلقه على سيارته ويطيح بشبده بل أن هناك بعض الآباء وبعض الأمهات يقولون عنك ربعك تعال يا حبيبي يا ولدي واشتري له سيارة بأمية ألف أخر ليش؟ عشان ربعه؟ ولا زملائه يشوفونه ويقولون الله والله ونوسي سيارته غالية عشان الناس شن يقولون نزين داخل البيت أنتوا مرتاحين داخل البيت أنت مرتاحة مع هذا الابن داخل البيت أنت مرتاحة مع هذه البنت السؤال التواصل مع بنتك أو مع ابنك النقاشات الأفكار مرتاحين فيها لقين دف أسري داخل البيت يرجى الانتباه بعد الفاصل بقول لكم خطورة محاولة تغييرنا للآخر خلكم معنا زوجة تبي تغير زوجها تبي تغير تصرفات زوجها تبي تغير لبس زوجها أبيك تلبس بهذه الطريقة وأبيك تتكلم بهذه الطريقة وأبيك لما تنزلين تسلمين على أمي وتبوسين رأسها يبقى خلها تبوس رأس أمك من طيبها ليش تفرض عليه ليش تمشين بهذه الطريقة ما تمشين بهذه الطريقة ليش الكعب مانش يرقع ويرنع ليش أنت رايح بهذا الطريج مياية من هذيك اللفة ليش تمشي بهذه الطريقة ليش أنت لابس هذا اللبس يا ولدي يا مراهق ليش مسوي هذه التسريحة الناس شن يقولون عننا نبي نغير أبنائنا ونبي نغير أنفسنا ونبي نغير مظاهرنا علشان كلام الناس عندي ولدي مريض نفسي إذا نودى المستشفى شن يقولون الناس نعم شن يقولون الناس منصجك لما يستفعل المرض ويتفاقم المرض ويطلع بالشارع يكلم نفسه ولا يطلع شكله مهتمل وشكله ممرتب مسكين وانت علشان الناس شن يقولون ما فكرت الناس شن يقولون لما يشوفونه بهذه الطريقة ما فكرت أن الناس رح يقولون هذا مريض نفسي من زمان أبوه أهمله خوفا من نظرة الناس له وصله إلى هذه المرحلة انت الحين عمرك خمسين عمرك أربعين عمرك خمسة واربعين قادر أنك تتحمل مسؤولية ولدك باتر صار عمرك سبعين ثمانين سنة وولدك قام يكبر وصار وهو سيد قرار نفسه وقام يطلع لأنك ما وديته من قبل وعالجته صرت ما تقدر تسيطر لهين عليه ما تقدر تتحكم ما تقدر تغيره خلاص استفحل المرض فيه تدرون يا جماعة احنا شون نشوف المريض النفسي شفتوا لما تشوفون حادث وواحد متكسر ومتشلع أول شي تبي تسويه انت يببالك تدق على الأسعاف بسرعة شيله إيد وريل زخها ووده المستشفى شون أنت متعاطف ومن فعل تبين تنقذ هذا الإنسان ترى إحنا لما نشوف واحد مريض نفسي ومو متعالج ونشوفه بالشارع أو في مكان ترى أنا ننظر له بنفس النظرة هذه لأنه ليش ما يروح بسرعة ووده المستشفى حرام يظل بهذه الطريقة نحن قاعد نشوفه أهو متكسر كأنه وحن نصوي حادثه متكسر بنفس هذه النظرة رحنا نشوف المريض أنت لازم تشوف المريض النفسي بنفس هذه الطريقة ترى لأنه ما تدري شونه بالمستقبل رح يصير معاه ترى ممكن ينسجن ممكن يقتل ممكن ينقتل ممكن يدبح نفسه ممكن يرتكب جريمة يسوي حادث مو بهذه السهولة نظرة الناس شون يقولون تدرون شون مواحد أنا سمعت أن يا ابن الحال ود ولدك إلى مركز الإدمان بل شون يقولون الناس عني أفتح ملف حق ولدي في مركز الإدمان أنت منصجك أو أفتح ملف حق ولدي في مستشفى الطب النفسي أنت منصجك ترى ما يدور الحول سنة سنتين إلا رايح فاتح لملف قصب عليه في السجن المركزي قصب عليه المشكلة أن العلاج اختياري تقدر باختيارك بإرادتك أنك أنت تروح تعالج من وما كان عندك سواء نفسك أو أحد أفراد أسرتك أو أحبابك باختيارك هذا العلاج ولكن إذا ما أعالجته رح يصير غصب عليك في مرحلة من مراحل حياتك سمعنا وسلمنا بعيد الشر إن شاء الله لا يبقى ولدي ما فيه إلا العافية أنا قاعدة عندي وقاعدة مع أخوانا الكبار العقال وأبوه ويروح معا الحدق ويروح معا القنص ويروح معا الدوانية ويروح معا مدلوين وأموره طيبة سمعنا وسلمنا لا إختي مون شذي ترى مو بها السهولة الموضوع رح ييه وقت رح يتم القاء القبض عليه وراح يروح السجن أو رح يسوي حادث وراح يروح السجن وراح تزورينا بالسجن جدا من ناس بطاقتك المدنية باسمك اللي كنت خايفة تفتحينا وتودينا إلى مركز الإدمان أو مستشفى الطب النفسي نعم رح تروح أعزائي المشاهدين ترى الموضوع جدا بسيط بسيط جدا أننا لا نحاول نغير اللي حوالينا بناء على نظرة الناس ولا نحاول حتى لو لم نظرة الناس ولا نحاول شكله معاجبني لبسه معاجبني مظهره معاجبني أسلوب كلامه معاجبني أنا أبي يتكلم بالأسلوب اللي أنا أبي وأبي يلبس بالطريقة اللي أنا أبيها ويمشي وتمشي وتطلع وتأكل وتشرب بالطريقة اللي أنا أبيها تدرون هذا شنو اسمه هذا اسمه تمركز حول الذات تمركز حول الذات مرحلة طفولية طبيعية في بعض الناس يعدون هذه المرحلة يصير متفتح ذهنية متمركز حول الذات يعني يشوف نفسه هو الصح والدنيا كلها غلط المتفتح ذهنيا هو اللي يشوف أنه ترى فيه ناس مختلفين عنك ترى مو أنت بس محور الكون في وايد ما يعدون هذه المرحلة الطفولية فلما ييني واحد عمره ستين سبعين خمسين أربعين ثلاثين وعنده سلوك التمركز حول الذات هذا يعني ما زال في مرحلة طفولية لاحن ما عدها ما كبر عقلانيا انفعاليا ما زال في مرحلة الطفولة ما عد هذه المرحلة عنده تثبيت بحسب التحليل النفسي شلون600 يعني هو يحب هذه السيارة شلون تأكل هذه الأكلة يا سلام أذوق يا أخي أذوق الأكلة واحد ما يحب هذه الأكلة يحب هذه الأكلة خير إن شاء الله ليش ليش مستنكر الموضوع يعني غضبان وتمنعنا ليش ليش ما تأكل بيدك أو ليش تأكل بيدك ما تأكل بقفشة ليش تأكل بقفشة ما تأكل بيدك شعليك منها هو مرتاح ياكل شديد أكله أكله بتناشبه في طريقة الأكل نرجع الانتباه يا جماعة من أصعب الأشياء ومن أسوأ الأشياء اللي تسبب مشاكل اجتماعية بين الشخص وبين محيطه هي محاولته لتغيير الآخر ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة